بناء على شكوى تلقتها الفرق الإقليمي للضرك الوطني مسيدي موسى التابعي الكاتب الإقليمي للضرك الوطني برراقي مفادوها تعرض مخزن للمشروبات الغازية لأحد العلامات التجارية لعمليات سطر مسلح نفده مجموعة من المجرمين مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء ومولد تامين ومستعملين البساء خاصة وقفازات لطمس معالم الجريمة أين تمكن الجونات من الوصول إلى الخزانات الفلادية وسرقة مبلغ مالي من العملة الوطنية المقدرة ب350 مليون سنتيم وكذلك سرقة سيارة نوع إيسوزي تستعمل في نقل ومراقبة عمال الحراسة والفرار إلى وجهة مشهولة فور تلقي الشكوى تم تشكيل فريق من المحققين بمعية خلية الشرطة التقنية والعلمية تم التنقل إلى المخزن المستهدف لإجراء المعاينات الأولية ورفع القرائن ودلائل من مسرح الجريمة شرع المحققون في استغلال كاميرات المراقبة التابعة لمختلف الخواص والمؤسسات العمومية كما تم الاستعانة بخبراء وتقنيين تابعين للدرك الوطني الأمر الذي مكن من تحديد أحد الفاعلين بأحد الولايات المجاورة وبعد التعمق في التحقيق تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة الذين ينحضرون من ولايات مجاورة هذه العملية النوعية مكنت من توقيف ثلاث أشخاص بالإضافة إلى وسائل استعملت في تنفيذ الجريمة وهي عبارة عن آلات قطع كهربائية قفازات ومعدات مختلفة كما تم حز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع وهواتف نقالة كما تم توقيف أفراد الشبكة بالولايات المجاورة تم استيرجع السيارة المسلوقة نوع إيسوزي بعد السفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهوري لدام حكامة الأربع